هي ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها عالم الفن بعالم المخدرات قبل أصالة كان الفيديو المسرب للمغني عامر زيان وقبل الزيان كان سلطان الطرب جورج والصوف وضبطت معه جراما من الكوكايين لكن القاسم المشترك بين هؤلاء لا يقتصر فقط على بضع خيوط بيض ما يجمع بينهم أيضا قضاء متساهل يخلط الأبيض بالأسود الوزير السابق قيام وهاب كان من أشد المهاجمين لقرار التساهل مع الفنان أصالة كان لزاما علينا السؤال أولا إذا ما كان لموقف أصالة السياسي أي علاقة بهجوم وهاب القضائي أول شيء ما إلو علاقة الموقف السياسي ولا بيعنيني موقفها السياسي حرر موقفها السياسي ولكن لأنه أنا من الناس اللي بعاني كل يوم يعني كل يوم عندي مراجعة بهذا الأمر وكل يوم تعرف أنت في حالات تعاطي منتشرة بلبنان بشكل كتير كبير في أول تعليق له على قضية الفنان أصالة أكد المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أن التعامل معها قد جرى وفق ما يتعامل به مع القضايا المشابهة ووفق تعميم شفهي منه بعدم توقيف المتعاطين مش متل ما قيل الرئيس سمير حمود أنه تعامل معه متل ما بيتعامل مع كل الناس لا ما بعتقد إذا توقف لبناني على المطار بيطلب من دورية المكتب المخدرات تطلع على المطار لا مش صحيح الحكي يعني بدوا يسمح لي فيها كلنا بنعرف مين اتصل بمدعي عام التمييز وكلنا بنعرف كيف أطلقت هذه المرأة وكلنا بنعرف نحنا مش عم نقول حطولها مش نقطة نحنا عم نقول عاملوا اللبناني متل ما عملتوها اليوم أنا ما بيجوز كمان في مئات الشباب اللي عبينكبوا بسجون آدم طلع شوفهم طب بروح سامير حمود عالنظرات طب بيشوف حمام النظرات كيف هو طب بيشوف القمل بالنظرات بيشوف الجرب بيشوف الأمراض اللي عمالي بتصير في شي مرة راح سمح لنفسه هاكي يعني ينزل هاكي من من هالأمبراطوري اللي قاعد فيها يروح يشوف كيف الناس عايشة يصر الوزير السابق على وجود تمييز في كيفية التعاطي مع ملف حساس كتعاطي المخدرات ويطالب مراجعة قضائية وتشريعية تعرف في ناس مضيفين سيجارة إلون سنة مثلا بسجون في ناس مثلا بيقعدوا بيروحوا لعند واحد أخوة بيبعبدة بيحكمهم سبع سنين مجنون 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 حاقد على البشر بيحكم سبع سنين بيكون هذا مضيف سيجارة لصاحبه لا أخذ حقها ولا ولا كيف هاي عبقى بيحكي عن قاضي طبعا ما بيعرفوا كلهم حتى كل الناس تشكي منه حتى القضاءات بيشكوا منه طيب كيف هذا قاضي ممكن يوقف واحد ثلاث سنين بلا ما يحاكمه عرف كيف هو بيستعجل يبعت يجيب دورية تتحقق مع عصالة على المطار وتفلل لا لا فيه إهاني لمشاعر كتير من اللبنانيين فيه إهاني لما القضاء تبعك يعتبرك أنت منك مواطن مكتمل المواصفات فيه إهاني لإلك كلبناني لما القضاء تبعك يفضل الأجنبي عليك يجيب لي أي بلد بالعالم أي دولة بالعالم إلا هالدولة المردتة هايدي تفضل الأجنبي على مواطنة بين الإفراج السريع عن فنانة وتكديس المئات في النظارات والسجون قضاء يميز بين الذين ينعمون بأصوات تصدح في أرويقة القضاء وآخرين لا يصل صوتهم إلى قوس العدلة آدم شمس الدين قناة الجديد